اهلا بحضراتكم في كل الزوايا مع سارة حازم كلنا عارفين ان الحج طبعا فرد على كل مسلم ومسلمة ولكن كي نؤدي هذه الفريضة شرط الاستطاعة مهم جدا 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 وده مش كلام ده كلام مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام اللي قال تقريبا من حوالي شهر انه كمان من شروط انك تستطيع او الاستطاعة هي الالتزام بالقوانين المنظمة للحج لاب يدخل ضمن الشرط الاستطاعة يعني لو حضرتك مش لقي طريق شرعي تقدر تحج استنادي بهذا الطريق فمعنى كده ان حضرتك مش ملزم بالحج والدولة بكل مؤسساتها تحذر بقالها شهور ويمكن صوتنا هنا اتنبح لما قلنا يا جماعة ان نلتزم بالقوانين المصرية والقوانين السعودية الناس طلعت قالت دي ثبوبة لا ده فيه غرض لا فيه معرفش ايه ولكن النهاردة شفنا انه الموضوع مش بهذا الشكل المملكة العربية السعودية برضو قبل بداية موسم الحج حضرت اكتر من مرة من مخالفة القوانين اللي حطتها لتنظيم الحج فرضت غرامات بتوصل لعشر تلاف ريال مع الحبس وترحيل المخالفين مزارة الخارجية المصرية طلعت بيان الاسبوع اللي فات قالت فيه اعداد كبير جدا من المواطنين المصريين توجهوا لأداء فريدة الحج بتأشيرات زيارة وقالت ان ده يعرضهم للعقوبات المقرر واللي برضو زي ما قلت لحضراتكم توصل للحبس والغرامة والترحيل الخارجية شددت على المواطنين المصريين الزائرين والمخيمين بالمملكة العربية السعودية هم يلتزموا بالقانون كي يتجنبوا المسائلة مش بنتكلم بس على انه ده مهم علشان مخالفة القوانين ده مهم كمان لسلامة حضرتك لتتبع حضرتك لما يكون حضرتك عندك كحاج أزمة صحية تهت من الوافد اللي موجود أو البعثة اللي موجودة يقدروا بسهولة ان هم يوصلوا لحضرتك يقدروا يعرفوا انت موجود فيه يقدروا لو دخلت مستشفى لقدر الله يشوفوا انت فيه وده شفنا في حالات متكررة طوال السنين اللي فاتت بنشوف ازاي ان الموضوع يعرض اصحابه مش بس بقى لمسألة وغرامة وواواوا ولكن يعرضهم كمان لخطورة وبالتالي وبالتالي نتمنى ان احنا ننظر الى هذا الامر بهذا الشكل الاستطاعة مش ان احنا نخالف القوانين شرط من شروط الاستطاعة ان حضرتك تلتزم بيه القوانين ما ينفعش تروح تقابل ربنا وانت مش ملتزم بيه القوانين المنظمة نتمنى لحضراتكم جميعا السلامة ويلا نبدأ كل الزوايا